يبدو أن الحكومة في بغداد مصرة على أن يبقى المواطن العراقي قابعاً تحت ظروف معيشية غاية في السوق بالرغم من الفائض الذي تحقق مؤخراً من إيرادات النفط والذي يكفي بحسب مختصين لقلب الواقع الحياتي للعراقيين رأساً على عقب هذا الإصرار والفشل الحكومي الذي يدفع المواطن لوحده ضريبته حيث بات الفقر أبرز معالم العراق خلال السنوات الأخيرة انتقدته الكثير من الأوساط السياسية والاقتصادية وخاصة بعد تسجيل الفائض في إيرادات النفط وإصرار الحكومة على بقاء سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي على وضعه الحالي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً حيث أن إيرادات النفط لشهر أيار الماضي بلغت ستة مليارات دولار بما يزيد بمقدار مليار وسبعمائة مليون دولار على الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها وفق سعر النفط المثبت في الموازنة والبالغ خمسة وأربعين دولاراً لكل برمي مؤكدة أن الفائضة المتحققة من إيرادات النفط يغطي الفائضة المتوقعة من رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار وذهبت لجنة الاقتصاد أبعد في وصف الواقع الحالي قائلة إن جميع المعطيات تثبت انتفاء الحاجة لرفع سعر الدولار وتظهر وهن المبررات التي روجها من وافق وأيد قرار رفع سعر الصرف الذي وصفته بالخطأ كذلك طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة الحالية بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط فلا يوجد بحسب اللجنة أي مبرر حقيقي اليوم لبقاء الدولار مرتفعاً بعد أن كان المبرر الأساسي هو دخول العراق في أزمة مالية واقتصادية بسبب أسعار النفط العالمية خصوصاً أن هذه الخطوة أضرت كثيراً بالعملة العراقية وأثرت بشكل سلبي كبير على حياة المواطنين على مختلف الأسعادة